عبلة كامل مش مجرد فنانة كبيرة وتمثيلها تلقائي وعلاقتها بكل زميلها كويسة جدا وملهاش اي ازمات او مشاكل شخصية مع حد بس في خلاف كبير حصل بينها وبين بدرية طلبة في تصوير فيلم خلسي فرنسا من 19 سنة تعال اقول لكم كواليس خلاف عبلة كامل وبدرية طلبة بسبب اميس نوم وليه وقفت عبلة كامل التصوير تابعونا للنهاية اتولدت عبلة كامل يوم 17 سبتمبر 1960 في مركز التاي البارود في محافظة البحيرة ودخلت كلية الاداب قسم مكتبات واتخرجت منها سنة 84 حبت عبلة كامل الفن من صغرها وبدأت حياتها الفنية في مصرح الطليعة وكان اول اعمالها مشاركتها في مونودراما اسمه نوبة صحيان وشافها المخرج يوسف شهين واختارها عشان تشارك في فيلم وداعا بونابارد واللي بيعتبر البداية الحقيقية لها وبدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة مميزة في قلوب المشاهدين شاركت عبلة كامل مع الفنين محمد صبحي في مصرحية وجهة نظر وكانت المصرحية دي نقلة فنية مختلفة في مشوارها الفني وفي سنة 2004 قامت عبلة كامل ببطولة فيلم خلطي فرنسا مع مونة زكي وبدريا طلبة وحصلت ازمة كبيرة في التصوير بسبب مشهد في الفيلم والازمة بدأت لما كانتها ترتدي بدريا طلبة قميس نوم بعد الزفافها واتفقت وقتها مع المخرج علي رجب وشركة الانتاج على ارتداء قميس نوم شبه قمصان نوم الفنينة الروحلة زينات صدقي يعني ما يكونش متعري وما يختش حياء المشاهدين وفي نفس الوقت ينفع لمناسبة المشهد واتفجأت بدريا طلبة يوم التصوير بان نوم جابولها قميس نوم احمر جريء فرفضت بدريا تلبسه وجالها صدمة كبيرة بسببه وطبعا التصوير اتعطل ووقتها وصل الكلام لعبلة كامل ان بدريا عطلت التصوير ورفضت لبس اميس النوم وقالولها كمان انها بعد ما وفقت عليه جات وقت التصوير ورفضت وزنقتهم فرحت لها عبلة كامل وهي مديقة جدا ومتعصبة وقالت لها هو الكلام اللي وصل لي ده صح انتي معطلت تصوير لي يا بدريا وطبعا بدريا قالت لها ما حصلش يا استاذة وممكن حضرتك ترجع للمخرج وتسألي عن اتفاقه معايا فسكتت عبلة ورحت للمخرج علي رجب اللي اكد لها الكلام فطلبت عبلة كامل تأجل التصوير لحد ما يجيبه البدريا اللبس اللي هي نسبها وتوافق عليه لان عبلة كامل كانت بترفض اي ملابس جريئة في افلامها وضد اي مشاهد تجرح مشاعر المشاهدين وخصوصا ان افلامها كانت للأسرة المصرية كلها وقررت بدريا تلبس ملابس والفيلم قصر الدنيا وقت عرضه الموقف ممكن يكون صغير للجماهير الا انه شهادة حق للفنانة عبلة كامل واللي اتكلمت عنه بدريا طلبة في برنامج تلفزيوني مع المزيع ياسمين عيز واكدت ان عبلة كامل فنانة بجد وبتحترم جمهورها وبتقف دايما جنب زملائها في الحق وحشتنا عبلة كامل وحشنا تمثيلها التلقائي اللي بيخطف القلوب نتمنى نشوفها في اقرب وقت لان لسه مكانها فاضي والجمهور منتظر رجوعها بفارغ الصبر اكتبونا بقى انتم في التعليقات ايه اكتر عمل فني بتحبوه لعب لكامل